الخلاصة اللي بيتكلم فيها دكتور موصفة مدبولي انه هيتحط خطة لمسألة التحريك التدريجي ده طيب ايه اهم حاجة دلوقتي بالنسبة للحكومة هي مشكلة الكهرباء لا احد يستطيع انكار على الاطلاق انه الشغل الشاغل بتاع الناس دلوقتي في مسألة اي خدمات موجودة في البلد هي مسألة الكهرباء ليه؟ لانه بمنتهى البساطة كل الناس بتشتكي من القصة اما انهم بيشتكوا مسألة انقطاع الطيار او بيشتكوا من انه مسألة عودة الطيار وهي الاخطر بالمناسبة بتؤدي الى تلف الاجهزة يبقى الحكومة هتعمل ايه؟ خلينا نسمع احنا لا سبيل قدامنا كدولة عشان اصلح المنظومة الاقتصادية والمنظومة المالية اللي احنا تحملناها على مدار اكتر من سنة ونص ان احنا تدريجيا نبدأ نتحرك فيه اسعار بعض الخدمات فالكلام ده احنا حنبدأ نحط له الخطة بتاعتنا ولكن الاهم النهاردة بالنسبة لي ان انا احل مشكلة الكهرباء اللي موجودة واحل مشكلة بعض الخدمات الاخرى اللي النهاردة المواطن ممكن بيشكوا منها لكن خلينا بمنتهى الوضوح احنا لازم حنبقى بنتحرك على مدار سنة ونص بهدوء وبطريقة متدرجة في توقيتات معينة نبدأ نشوف ازاي ان احنا نتحرك في الاسعار علشان اسد الفجوة الكبيرة جدا اللي موجودة خلينا اقولها لحضرتك تكلفة لتر السولار النهاردة على الدولة المصرية عشرين جنيه حضرتك بيتباع بكم بعشر فمش معنى كده ان انا عايز اوصل لعشرين جنيه لكن لازم ابدأ اتحرك بالراحة بحيث في الاخر اقدر كدولة ابقى عندي توازن ابقى عندي قدرة حتى ان انا ما احط دعم يبقى الدعم ده مقبول وقدرين ان احنا نتحمله كدولة هو ده اللي احنا بنتحرك فيه واو حنتحرك فيه في المرحلة القادمة ده شيء ولكن انا ربطه الاول بان المواطن يشعر ان المشاكل اللي هو كان بيشتكي منها وعلى رأسها مشكلة الكهرباء تكون اتحلت وده شيء مهم جدا ان احنا نتحرك فيه ده اهم بالنسبالي النهاردة احل مشاكل هذا الموضوع ولكن معاها مع نفس الوقت انا قلتها في منتهى الشفافية لن تتحمل الدولة مئات المليارات من الدعم اللي النهاردة بقت موجودة احنا تحملناها على مدار سنة ونص وتحملناها على امل ان مع حجم الخضم المعاناة والازمات اللي كانت موجودة كانت كل ما تحصل ازمة بنقول طب نستنى كده كم شهر على امل ان الازمة تخلص نيجي بعد ثلاث شهور نفاجأ ان الوضع ازداد تعقيدا فنقول طب نعليش نستنى تاني ونتحمل شوية كمان فعلى مدار سنة ونص احنا كدولة يعني شلنا عن كاهل المواطن اعباء كبيرة جدا 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 في بعض هذه الخدمات وتحملناها احنا كموازنة وبالتالي احنا النهاردة محتاجين ان احنا بالراحة وبطريقة تدريجية وعلى مدى زمني ليس بالقليل نحاول نعوض جزء من الدعم اللي موجود النهاردة لان الدعم كبير لازم يبقى الدعم بقيمة معقولة الحكومة تقدر تتحملها ونقدر ان احنا نتحرك فيها في هذا المنوال